النظرة اللي بتبقى عزت تعطيكن حزنه وممات قلت النظرة هي طلوع شفت السعادي بيسوع يا كارلو عرفت الحياة سالة بالمسيح أحب بيئي اللي هو ميد التباوي كارلو أكوتيس أكيد رح نحكي عنه بس قبل خلينا نصليله المجد للأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أيها السلوس الأقدس الأب والابن والروح القدس إني أعبادك من كل قلبي وأشكرك على نعمة على النعم والبركات التي عنيت بها نفس التباوي كارلو أكوتيس خلال سنواته الخمسة عشر التي أمضاها على هذه الأرض ومن أجل استحقاقات الملاك الشبيبة محبوب هذا أعطني النعمة التي أطلبها منك بحرارة كارلو أكوتيس كل الناس عم تسأل هلأ مين هو هيدا كارلو أكوتيس منوها التباوي منوها الشاب كارلو أكوتيس كان ملد عادي يعني من جيلنا مثله مثل كلها الولاد بس يعني بيميزنا عنه هو أنه كان كتير كتير يصلي المسبح البردية وكان يصلي كان يصلي كتير وكان عنده ويب سايت هلأ بشوف إذا بيدر اسكريل كون قسمية وعالجوجل يعني كرميل قربان المقدس كان كتير كان ميز بمساعدته للفقراء كان يساعد الفقراء لدرجة أنه بسمت كان في فقراء اجت يعني فقراء أكتر من عائلتو ليحضروا له جناستو وكارلو أكوتيس كان الشاب يعني كان معه مصاري غنى كان كل يوم كل يوم يروح على القديس وإذا ما لحق ونهار يعني إذا كان عنده مشوارة وهيك ما لحق يصلي المسبحة كان الساعة اثنين ثلاثة بالليل أربعة بالليل عوج الضو يقوم يصليها للمسبحة وتميز هذا القديس بتهارة قلبه يلي عيش 15 سنة عالأرض كيف ميت هيدا القديس نصاب بالأناميا يلي هو سرطان الدم وبعد سنة ميت من أقواله لا أنا بل الله وقال كمان مرة بفيديو كمان موجود على اليوتيوب قال أنه أنا من نزالين لأنه هلأ أنا طالع لأنه معي كانسر بالدم لأنه أنا هلأ بس موت رح بطلع عند ربي كمان بيقول أنه عربين المقدس بيقول أنه عربين المقدس هو الطريق ده للسماء إليلا إليلا لوتوروت فارلسيال وهلأ يعني كنت حيب بعد أحكي عنه أكتر بس ما كتير بعرف معنومات بابا هلأ بتكمل الفيديو كلاريسا والألا ما كوني أحبائي يناعد عكل يلي اسمون كارلو كارلوس حيالله للفيديو الثاني والألا ما كون والقديس كارلو يكون بقلوب كون